اهلا بكم الى موجز اخبار الان تتواصل الهجم العسكرية لقوات الاسد وحلفائها على احياء دمشق وبلدات الغوطة الشرقية بقصفا يومي ومحاولات مستمرة للتقدم في حي جوبر وعدة مواقع يتصدى لها ثوار في ظل استخدام قوات الاسد للأسلحة المحرمة دوليا وتكرر استخدام الغازات السامة كان اخرها اليوم على جبهات حي جوبر ما تسبب بحالات اختناق عديدة قتل ثلاثة اشخاص وجريح العشرات اطرى تفجير استهدف محطة حافلات في حما وسط سوريا حسب ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان ورجحت مصادر موثوقة للمرصد السوري ان الانفجار ناجم عن تفجير انتحاري عند مدخل الكراج حذر منسق الشؤون الانسانية للأمم المتحدة في اليمن جيمي مكولدريك في صنعاء من ان تركيز الجهود على مكافحة تفشي الكوليرا في اليمن يهدد بتفاقم الازمة الغذائية في البلد الغارق في نزاع مسلح خالص قضاة المحكمة الجنائية الدولية الى ان جنوب افريقيا انتهكت التزامتها تجاه المحكمة حين رفضت توقيف الرئيس السوداني عمر البشير خلال زيارته الى جوهانسبرغ عام 2015 رغم صدور مذاكرتين توقيف دوليتين بحقه في جرائم ضد الانسانية وابادة في النزاع في دارفور قتل 13 مسلحا على الاقل من جماعة الشباب المتشددة في هجوم للقوات الصومالية على معقل الجماعة شمال مدينة كيسمايو جنوب مدينة مقديشو وقالت مصادر امنية ان الهجوم جاء بعض معلومات تفيد بان الجماعة كانت تخطط لهجوم على موقع امني للشرطة الصومالية في مدينة كيسمايو لقي سبعة اطفال ورجل حتفهم اثناء تدافع في ملعب ملاوي الوطني لكرة القدم حيث تجمع الاف لحضور احتفالات يوم استقلال البلاد حسب ما اعلنت الشرطة ووقع التدافع حين فتحت الابواب في ستادي بونجو الذي يتسع لاربعين الف متفرج في العاصمة ليلونجوي امام الجمهور لحضور خطاب الرئاسي ومباراة كرة القدم في ذكرى الاستقلال اعلنت اعلى محكمة سويسرية انها رفضت تعن ميشيل بلاتيني ضد قرار ايقافه لاربع سنوات عن ممارسة اي انشطة لها علاقة بكرة القدم وايدت المحكمة الاتحادية لسويسرية الحكم الصادر عن محكمة التحكيم الرياضية العام الماضي الذي ابقى على ايقاف ميشيل بلاتيني بعد حصول اللعب السابق لمنتخب فرنسا على مدفوعات بقيمة مليوني فرنج سويسري من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا في 2011 الى اللقاء اشتركوا في القناة